نشاهدين ونختم مع مجموعة الشبان الذين أبدعوا بابتكاراتهم في مجال التكنولوجيا وذلك بخلقهم لمؤسسة خاصة بمجال ترقية الطاقة المزيد من التفاصيل في سياق تقرير فوزيا مسعدي وسوريا شعلال هم طلبة طموحين تسلحوا بإرادة قوية لتحقيق أحلامهم وتجسيد ابتكاراتهم في مجال التكنولوجيا حيث تمكنوا بإمكانيات بسيطة من خلق مؤسسة خاصة بهم في مجال ترقية الطاقة إنجاز الجزائر أعطت لنا الفرصة لكي نكونوا هذه العائلة وهي هيدية لماذا تم اختيار هذا الاسم وهي هيدية؟ هيدية نتحدث عن هيدروليك هيدية كنجمليهم تولي دو يعطينا هادية وهي هادية للمواطن الجزائري مؤسسة شبانية تمكنت من خلال تبنيها لمفهوم الإبتكار تقديم منتوج جديد من شأنه أن يقدم إضافة جديدة للاستهلاك العقلاني للطاقة في مختلف المجالات لا ترجمتها أفكار بسيطة وإرادة قوية لهؤلاء الشباب فهل سيجدون من يمسك بيدهم ويدعمهم من أجل تجسيد المشروع على أرض الواقع؟ أم أن الهجرة نحو الخارج هي الرفيق الدائم للشباب المبدعين؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر